السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة نتحدث عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في البلاد الإسلامية قاطبة هذه الأيام المباركة جميع الدول والأقطار الإسلامية على اختلاف أشكالها وألوانها جميعها تحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم هذا النبي الكريم الذي قال فيه رب العزة وما أرسلناك إلا كافة للناس إنه حدث عظيم حدث إرسال هذا الرسول الأكرم إلى الإنسانية جمعا أرسله بالهدى وديني الحق وأرسله بالنور وأرسله بالهداية هكذا يقول رب العزة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بل إن الله تعالى لخص مقاصد بعتة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في آية واحدة مختصرة لكن معانيها عظيمة وعميقة حينما قال جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي أنك مرسل إلى الناس جميعا لتكون رسول سلام ومحبة ورسول رحمة من أجل كل هذه المقاصد السامية نجد بأن المسلمين اعتادوا على الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم يقصدون بذلك أن يشع نور الإيمان في قلوبهم وأن تحيى السنة في نفسهم رأينا بالأمس واليوم مظاهر احتفالات كثيرة سواء في بلادنا المغرب أم في البلاد المغاربية المجاورة أم في البلاد العربية والخليجية بل وفي البلاد الأسيوية والغربية الجميع مجمع على الاحتفال بميلاد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أخذت الاحتفالات نوعين من الأشكال هناك احتفالة فرضية كيقوموا بها بعض العائلات في البيوت ديالهم كيشتمعوا أفراد العائلة ذكورا وإناتا كبارا وصغارا ويلبسون لباسا جديدا تبركا بتجدد الحياة ثم يصنعون مختلف الأطعمة والأشربة والحلويات ويقدمونها للأقارب وللجيران ويتصدقون ببعضها للفقراء والمساكين والأطفال يفرحون بهذا اليوم الذي يرمز لميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عملا بقوله جل جلاله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نحن نريد أن نركز أيها الأحب الكرام في حلقتنا هذه على الاحتفالات الكبرى الجماعية وهي التي يتم إقامتها كل عيد مولد نبوي شريف كل ما حلت هذه الذكرى هذه تسمى ذكرى غالية عملا بقول الله تعالى وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله أيام الله هي الأيام التي تقع فيها أحدث جسام تغير مصير الإنسانية أو يكون فيها أثر عميق في نفوس الناس ولعل ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعظم وأبرك الأحداث لهذا لاحظنا بأن على امتداد العالم الإسلامي بالأمس واليوم وطيلة هذه الأيام هناك احتفالات جماعية يجتمع فيها الكثير من العلماء والفقهاء والمشايخ يشتمعون كلهم بتنظيم حلقات علمية لتلاوة القرآن الكريم وجلسات للذكر والسماع والتسبيح والابتهال وتختم بمأدوبات طعام يتجمع فيها الفقراء مع الأغنية سواء بسواء هذا الاحتفال يعم كل البلاد الإسلامية ولكنه يختلف من دولة إلى أخرى طبقا للثقافة طبقا للتراث وطبقا للأحداث التاريخية التي ميزت كل دولة وكل الشعب إذا رأينا الدول الخليجية مثلا فمعظم وغالبية الدول الخليجية احتفلت بالمولد النبوي الشريف وغالبا طريقة احتفالها يكون بصورة فيها اتزان وفيها وقار فتكتفي التجمعات بأن يشتمع الناس إما في المساجد وإما في الأماكن العامة يتلون القرآن الكريم ويعقدون ندوات دينية هذا أقصى ما يحدث في معظم وغالبية الدول الخليجية احتفال بسيط وله ملامح محددة في المملكة العربية السعودية نلاحظ بأن الاحتفال يكون عن طريق ما يسمى بالسياحة الدينية وهي أن هناك العمرة العمرة يتجه أعداد كبير من الناس إلى المدينة المنظرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الاقبال بكثافة على عمرة المولد النبوي الشريف فالناس يملؤون الفضاء في المدينة المنظرة وكأنهم يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدهم يكثرون من الصلاوات والسلام عليه وهكذا في باقي الدول العربية المختلفة بلد المغرب هو من البلدان التي عنده تميز في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فمنذ أن يقبل هذا الموسم المبارك تجد بأن العلماء والأئمة والخطباء الكل يتسابق والكل يعد العدة من أجل إحياء هذه الذكرى في القلوب والنفوس فتجد المساجد ملأة بالدروس دروس الوعظ والإرشاد وخطباء المنابر كلهم يتحدثون عن صاحب الذكرى عليه أفضل الصلاة والسلام ويتحدثون عن مولده السعيد وعن ذكر شمائله وعن ذكر معجزاته وعن أهل بيته ومناقبهم وغير ذلك كما أن الزوايا أيضا على اختلاف أشكالها وألوانها في مختلف المدن والأقاليم المغربية أيضا يحيون ليالي لسماع المدائح تقال في حق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يجتمعون كذلك لإطعام الطعام للفقراء والمساكين يسعون إلى إدخال السرور على قلوب أبناء الأمة ويتحدثون كثيرا عن ميلاد هذا النبي الكريم وخصوصا عن أمه آمنة بنت وهب وعن مرضعته حليمة السعدية وعن غيرهن من النساء المحطات بهذا النبي الكريم الغاية هي تربية الأجيال الصاعدة على أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي المغرب يعرف ما يسمى بالمولودية المولودية هي واحد المظهر من مظاهر الاحتفال يقوم به بجموعة المحبين يجتمعون ويعقدون مجالس بل منهم من يسير في مواكب في الطرقات والشوارع الغاية دوما وأبدا هي التعبير عن محبتهم وتعلقهم بسيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي المساء تنظم أمسيات للسماع والمديح وترتيل القرآن الكريم غالبا بصورة جماعية ويتم سرد صفحات مشرقة من السيرة النبوية الشريفة ويبدو دائما في المغرب منذ زمان السلطان أمير المؤمنين بنفسه هو الذي يقوم بترأس مثل هذه الأنشطة كلها في العناية بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فتكون مظاهر الاحتفال بمغربنا الحبيب شادة للانتباه لأنها غنية ولأنها نشيطة وحركية والكل متفق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع على وجوب إحياء سيرته العطرة في القلوب والنفوس لتترجم بعد ذلك في الأعمال والسلوك هدف المغرب ولا شك أن دول المغرب العربي خصوصا تونس والجزائر وكذا ليبيا وموريطانيا جميع دول المغرب العربي لا تبتعد ولا تختلف عن ما يقع في مغربنا الحبيب بل بعض دول المغرب العربي تبقى على مدار سبعة أيام سبعة أيام أسبوع بالكامل تنظم الأنشطة الدينية وتقام الأنشطة المختلفة في المساجد وفي الزوايا وتزين الأسواق بالأعلام والناس يجتمعون ويتنافسون في المدائح والأذكار وسرد قصة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعائلات تتجمع لقضاء أوقات جميلة وهم يتحدثون فيما بينهم وهم يتسامعون في بينهم في ذكر سيرة هذا النبي العطرة وصفحة مشرقة من أمجاده فهذا كله يسود في بلاد المغرب العربي لكن تبقى دولة مصر هي المنافس الأكبر للمغرب مصر معروفة بأنها محبة لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلها يعشقون هذا اليوم ويمنحونه اهتماما كبيرا ولهذا تجدهم يتفننون في مظاهر الاحتفال وهذا عندهم قديم منذ التاريخ منذ عهد الفاطميين لما دخلوا مصر وأقاموا أول احتفال بالمولد النبوي الشريف في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله يلاحظ في مصر هناك حركية دعوبة تملأ المجتمع المصري الشوارع الكبرى والأزقة والأسواق والمنازل الكل يتم تزينه وخصوصا الصوامع بالمساجد الكبرى تزين بالرايات والمصابيح والأنوار المصريون عادة ما يقصدون المسجد الإمام الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا يقصدون مسجد السيدة زينب بنت بنت رسول الله رضي الله عنها يزورونها لإقامة هذا الاحتفال والغاية دوما ليس فيه بدع ولا ضلالات وإنما الناس يحرصون على إحياء هذا الشعور الديني النبيل الصادق في القلوب وفي النفوس لأنهم يعقدون حلقات للذكر والإنشاد والمديح في حق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسردون نهج البرضة ويقيمون جلسات فيها أمداح وفيها أشعار وفيها مواعب ويصنعون الحلويات توزع على الفقراء وعلى المساكين على الجميع على المارة تسمى حلوى المولد تضفي الفرحة والسرور على الجميع هذه روح الأعياد في الاحتفالات إذا ذهبنا بعيدا من مصر أو قريبا من مصر نجد هناك السودان السودان أيضا دولة تقيم احتفالات رائعة في مناسبة المولد النبوي الشريف هناك فنون شعبية دينية كثيرة يتم تنظيمها حلقات يحضر فيها المحبون يرددون الأنشيد الدينية ويمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعرضون عظمة وكرم المسلمين الأوائل ويتم استعمال الدفوف في هذه الأنشيد كإقاع تنظيمي وتوزع الملابس والأطعمة على الفقراء والمساكين وتتم المحبة والمود بين الجميع والعلماء يعقدون الندوات الدينية ويسردون سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تركيا تركيا عندها احتفالات خاصة بالمولد النبوي الشريف رأينا هناك تجمعات كثيرة عقدت بالأمس والليلة ولا تزال مستمرة طيلة أسبوع حينما يتجمع العلماء والفقهاء والصالحون في المساجد والجوامع ويتصابقون لنظم قصائب في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتنفسون في عقد جلسات للذكر والسماع ويحضر في هذه المجالس شخصيات كبرى في البلد التركي هناك يحضر رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والمسؤولون الكبار كلهم يحضرون إلى مثل هذه الأنشطة التي تتنافس القنوات التلفزيونية من أجل تتبعها عن طريق البت المباشر وهناك يتم توزيع الأطعم والملابس والحلويات على الجميع الغاية أنهم يعبرون عن حبهم وتعلقهم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خصوصا في يوم مولده هذا في تركيا أما في إيران إيران فيها أقلية من أهل السنة أهل السنة من غير أهل الشيعة يجتمعون في هذا اليوم وقد رأيناهم بالأمس واليوم اجتمعوا وعقدوا مجالس أنشدوا فيها قصائد في مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويدكرون الكمالات الإنسانية والفضائل الأخلاقية التي كرم الله بهذا النبي المختار ويركزون خصوصا على التعايش على السلم على التعاون على تكريف الحياة على إحسان النبي الكريم لأهله ولجيرانه ولليهود والنصارى ولسائر المسلمين الغاية هي أنهم يركزون على أخلاقه اليومية كإكرامه للضيف وبره بإخوانه وأصدقائه وإحسانه إلى خدمه ومعاملته الحسنة لغير المسلمين هذا في إيران هكذا وقع بالأمس واليوم ككل سنة وإذا ذهبنا إلى ماليزيا مثلا ماليزيا فيها الكثير من الروحانيات اجتمع الناس في هذه الليلة وأحيوها بالذكر وأحيوها بالإنشاد وأحيوها بالمدائح وبتلاوة القرآن تجمع عدد كبير من العلماء والفقهاء للحديث عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويركزون على نمط الحياة البسيط الذي عاشه النبي الكريم حياة بسيطة حياة ما فيها لا بدخ ولا تراء ثم تجد الجميع يرفع أكفة دراع للصلاة على رسول الله ويقومون بإنشاد وترتيل الأمداح النبوية ويلاحظ بأن الطلاب المدارس أيضا يتسبقون في إقامة وصلات شعرية كلها في مدح خير البرية كذلك نجد هذا الأمر في الهند في الهند أيضا بلد بعيدة تتجمع الهيئات والجمعيات الإسلامية وأقاموا مجموعة من الاحتفالات وأقاموا تجمعات حضرة فيها كبار الشخصيات وزعماء الوطن وكلهم أيضا يتغنون بميلاد هذا النبي الكريم ويعقدون مظاهر الاحتفال مثل تزهين الشوارع وتبادل الهدايا وتبادل التهاني وارتداء الملابس الجديدة وإعداد أصناف متنوعة من الطعام والحلويات توزع على المؤمنين فيما بينهم لإطارة المحبة والمودة أما في الباكستان فإن التحضير لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم بسرعة رهيبة لأن المدن الباكستانية تمتلئ بالأضواء الأضواء الخضراء خصوصا تزين القرى والمدن وتقام خيام كبيرة ويتجمع فيها الناس وتصدح أصوات المنشدين بالأمداح النبوية تخفق لها القلوب طول اليوم وتسير المواكب على امتداد الطرقات والشوارع ويتوافد الآلاف من الناس على هذه المواكب ويحملون أعلام كبيرة بطبة في كل جانب كذلك في باقي الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية في الصين مثلا حيث هناك أقليات مسلمة يتجمع المسلمون بالعاصمة بكين وبالمقطعات المسلمة ويقون بإحياء هذه الذكرى العطرة فالصينيون عندهم محبة كبيرة وتعلق بحياة هذا النبي المصطفى ويقيمون المحاضرات والخطب المنبرية ويقدمون الحلويات والأطعم الصينية التقليدية وتهدى من منطقة إلى منطقة كل ذلك في جو فيه سرور وبهجة وحبور ثم يهدون الهدايا لغير المسلمين الصينيين ويعقدون موائد تجمعهم الوحدة والصداقة والمحبة أما في روسيا ومعلوم أن روسيا بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي الذي لم يكن يؤمن بالأديان فإن ساكنة روسيا خصوصا المسلمون منهم بدأوا كل سنة يتنفسون في إبداء مظاهر الاحتفال بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعقدون الحلقات العلمية ويقيمون التجمعات بين أبناء الأمة والمجتمع الغاية هي التركيز على المحبة والوفاق بين الناس والتراحم والتأخي بين الجميع كل هذا يحضره مفتون ويحضره علماء أجلاء ويتنفس الشعراء في ذكر مناقب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعقد مسابقات والفائزون يحصلون على جوائز مالية وعينية وهكذا في باقي البلدان الإسلامية الكل يحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى المغرب البلد الرائد في الاحتفالات من خلال التجمعات ومن خلال الندوات ومن خلال جلسات الصالحين والصالحات هذا إن دل على شيء ليس فيه أبدا أية بدعة وإنما فيه إحياء للسنة هناك العلماء المصلحون الذين يرون عن بعد يرون بأن المجتمعات الإسلامية في عصرنا هذا في أمس الحاجة لإحياء هذا الشعور الديني في القلوب بل منهم من يقول من العلماء أن الاحتفالات صارت آكد في زماننا هذا لماذا؟ لبعد الشقة بين عهدنا وعصرنا والعصر النبوي الشريف فالصحابة المكرمون والأئمة الأعلام المتبعون لم يكنوا يحتفلون لماذا؟ لأنهم كانوا قريبين من عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن في زماننا هذا وقد مرت السنوات بل والقرون خمسة عشر قرنا بدأ فيها الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوب للغرباء الغرباء هم الذين يقومون بإحياء هذه المعاني في القلوب والنفوس خصوصا وأن في زماننا هذا بدأت هناك الاعتداءات على شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما رأينا سابقا في الرسوم الكاريكاتورية ومنهم من أصبح عنده الدين في قلبه خفيف جدا فرأى العلماء ورأى الصلحاء ورأى الفقهاء أن هذه الاحتفالات صارت آكد في عصرنا هذا لأننا في أمس الحاجة لإحياء حب النبي الكريم في قلوبنا من أجل أن ننطلق في تطبيق أحكامه والاستنان بسنته والعمل بكل تعالمه التي دعا إليها فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبة في الله نفتح خطوطنا الهاتفية من أجل استقبال مكالمتكم وهي كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 ونأخذ أول مكالمة من الدار البيضاء مع للا فاطمة أهلا أفتاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا للا فاطمة يا مرحبا الحجة فاطمة يا مرحبا بكل الله لا يطول عمر حلوة بيالي بغيتنا نقول لك هذيك السجدة مبات شاك بريار واش لازم السجدة بعدها نعم بعد كل صالة نعم تبغي تخسك تدير السجدة يا وخان جو السجدات واش ما معقولة ولا لا واخر لنجاوبك بيالي للا فاطمة ايه وابغيت نقول لك السيدي هاتش اللي كاين هاتش اللي بغيت للا فاطمة يسمو لناك واش حتفلت بهذا الموليد النبوي الشريف ما لوم ما لوم والله القصم ما يمكن لكش تصور جامعت مع ولداتي اللي هنا ياه وجامعت مع الأحباب من تختير اللي كانت مثل والدات ديالها ايوه واجتامعنا في هاد المناسبة ديال العيد ودينا سيلا تقاحي لا اله لهم هذي حاجة هذي حاجة ما كي ما مش ينفرغ منها ان الانسان ما ي ما يحتافلش بهذا بهذا النبي نعم لا لا فاطمة اربما معافش السين ديالك من الكتبقة الصغيرة لذبا واش تقاليد ولا عادة المغربية عرفت واحد تغيير عرفت واحد تجديد كنتو صغار كيفش كتحتفل بالموليد النبوي الشريف ومن اللي دبا الان بعد عمرين طويل كيف سارت الأمور شوية شوية دبا قلت الناس مع هاد ليجان نعم قلت أما قبل نعم كانوا الوالدين ديالما كيلبسونا نمشوا عند حبابنا دبا قلت شي شوية وتم طب من الله أن الناس ترجع للعوائد ديالها القديمة نعم لأن هاد حال الناس هاد يدعى ما يدعى هذا الشي اللي كي الناس الناس كت تقول أنه ما شي لازم يحتفلوا بعيد الموليد نايلة إلا الله مع هاد مع هاد توصول وهالشي تجمع أنتي يقول لك بيدعى أنك تحتفل بهاد ولينا إحنا إحنا المغربة مني كنا إن شاء الله وإحنا كان نحتفلوا بعيد الموليد إياها لله فاطمة الله حفظكم بضيت أول عمرك بضيت أول عمرك بضيت أول عمرك شكرا لك للفاطمة عندك شي تدخل آخر كتي بغيت تقولي وقتعتك سمحي لي لا لا هاد اللي بغيت بك مثلا سيموت البيت سيقول لك أنك ما تجي من أشدك الناس يقرأوا القرآن بيدعى ما بيدعى نعم ما واش بالصحة دي بيدعى ولا إنسان كيترحم ألمي فعندك معنى أقول أنك بيدعى وخل الله فاطمة الله يحفظك لله أول عمرك أعزك الله الفاطمة حافظك الله زاعدك الله بمفضله اللي أحفظك ولداتك يا ربي أحفظك ولداتك البنيات ويسعدهم ويبارك فيهم سبب tuneعي فعند которых زيناب وساد ويسام سبب الله على الأارل جهب خليهم لك يا ربي الله يسться حوم لفاطمة شكرا لك للفطيمة حافظك الله ورعاك الله وبارك الله فيك وأصدح الله أولادك وجمع شملهم وجعل حياتهم كلها طيبة مباركة وحافظهم من كل سوء حافظهم بالسبع المثان والقرآن العظيم شكرا لك للفطيمة والأسئلة التي طرحت للفطيمة أول قضية قضية للسجدة عقب كل صلاة السجود للفطيمة رامون ضبط كان هناك صلاوات خمس كل صلاة فيها ركوع وسجدتين عند كل ركعة متى يكون السجود الآخر بعد الصلاة إلا وقع لا قدر الله سهو في الصلاة الصلاة التي يسهى فيها عنده زيادة أو عنده نقصان عندما يسمى بسجود السهو سجود السهو هو أن الإنسان صلى مثلا الظهر أربعة ركعات هو وقع لي تردد وصله ثلاثة ولا أربعة كان قول هذا عنده نقصان في الصلاة واش ثلاثة ولا أربعة سنقول ثلاثة سنبني على الأقل ومن اللي سنسالي الصلاة قبل من دير التحية قبل ما نسلم كان دير سجدتين دير سهو سجدة طويلة وكان استغفر فيها الله تعالى وأرفع ثم أسجد سجدة أخرى طويلة استغفر فيها الله تعالى وأرفع ثم كان دير التحية وكان سلم هذا كتسمى السجود القبلي إذا كان عندي نقصا في الصلاة إذا فترت من العكس الظهر في أربعة ركعات أنا قلت واش ثلاثة ربعة ولا خمسة سنقول ثلاثة ربعة وإذا كان دير الخمسة فيها الشك سننجد سجدتين السهو البعدي حتى عندي زيادة في الصلاة عيوة ربعة ثلاثة خمسة الله يغفر لنا جميعا الإنسان كي يصليه كي يوقع عليه السهو كيف يفكر في هادي وفي هادي وفي هادي ما كيبقى عارفش هل صلى واش ثلاثة ولا ربعة أو أربعة ولا خمسة إذا كان عنده زيادة في الصلاة حتى كي يسل الصلاة كلها كي دير التحية الأخيرة وكي يسلم عاد كي يسجد سجدتيني السجدة الأولى قضيلة وكي يستغفر فيها الله تعالى ويرفع ثم سجدة ثانية كي يستغفر الله ويرفع ثم يسلم دون تشهد هذا هو السجود اللي كان كي تسمى سجود السهو كي القبلي وكي البعدي العلماء داروها في واحد الكلمة سموها نقزبو نن نقصان قبلي وزاي زيادة بعد نقزبو كي يسمو العلماء ككلمة ممكن تبقى عقل على الحكم الشرعي وكان سجود الآخر كي تسمى سجود تلاوة انقر القرآن العظيم فإذا مررت على آية فيها سجدة أسجد وفي القرآن الكريم كان 13 سجدة من اللي كان وصله لأي سجدة من المستحبي أننا نسجد لكن ليست واجبة اللي كان حدد السجدة دل تلاوة ممكن تسمع القرآن الكريم تسجد وخى بغير وضوء وخى في غير القبلة ممكن تسجد هو خضوع لله تعالى وكين سجد الشكر واحد الإنسان تلقى خبر سعيد أو قع أمامه واحد الحدد سعيد نجاح أو فوز فكي يشكر الله تعالى وذلك الساعة كي يهوي إلى الأرض ويسجد لله تعالى وخابدون وضوء وخابغير قبلة كنشوفوها بعد مرات في بعض مباراية قوة القدم كيكون واحد الفريق بصعوبة غد يسجل إصابة وذلك الإصابة كانت حاسمة بالفرحة كتقدك اللاعب يهوي إلى الأرض ويسجد لله تعالى قد يكون غير متوضع يقدر يكون معا في القبلة كل جائز في تلك رسالة عظيمة لأنك تخلي الناس يتعلقون بربهم هذا ما سجد لك للفاطمة ولكن ما كيسجد أخرى لسل الصلاة ذلك كافة كانت صحيحة وكت متزينة ورصة لكن كل أذكار كالباقية صالحة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم من بينها كينا غير كنسل الصلاة كنقول السلام عليكم السلام عليكم باش كنبدأ كنبدأ بالاستغفار ثلاثة مرات استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله اللهم أنت السلام ومنك السلام لماذا أقول استغفروا الله ذلك الاستغفار ثلاثة مرات كنطلب من الله تعالى يتجوز علي ما وقع في صلاتي من سهو وعدم الخشوع فكنستغفر الله تعالى وكنقل أذكار المسنونة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعليتي دلجل الإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع دلجل منك الجد وكنقل أذكار الأخرى إلى كندير البقية الصالحات ثم أقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعودتين هدف السنة النبوية الشريفة بعض العلماء ديوننا في المغرب زادوا الصلاة الإبراهيمية ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه بدعة كان قل نعم هي بدعة حسنة بدعة حسنة لأن البدعة أنواع هناك البدعة المحرمة وهناك البدعة الواجبة وهناك البدعة المستحبة وهناك البدعة المكروهة بعض العلماء قسم إلى قسمين بدعة حسنة أو سيئة والبعض الآخر قسمها إلى خمسة قال لك بأن البدعة تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة كما ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام فالعلماء داروا الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي في ختام الصلاة والديينة في المساجد قدروا واحد الفاتحة هذه هي بدعة أي نعم لم تكن في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكنها بدعة حسنة لأنها كتذكر الناس بواحد الفضل للعمال كينسوه وكينذكره وكينشتمعه على ذكره فهذا من باب أشن هي البدعة المحرمة؟ هي لك تهدم الدين حتى تلكلام عن البدعة ككتر خصوصا في المواسم دي المولد النبوي الشريف باختصار الكتب دي البدعة ودي السنة كثيرة نلخصها للسادة المستمعين بكلمات بسيطة أشن هي البدعة؟ هي التي تهدم رقن من أركان الدين هي التي تشوه معالم الدين هي المبتدئة غايته خبيتة غايته هو أنه ينال من الدين ويشوه معالمه ويجعل الناس كلهم يبتعد عن الدين هذا هو البيت مبتدع أما الذي يقوم وحد العمل له أصل في الدين وغايته هو أن يرقت الدين ويردهم إلى الله تعالى نقول نعم هذه فعل بدعة حسنة حل مثلا تلاوة القرآن جماعة هذه بدعة؟ أي نعم بدعة لم تكن فعل النبي الكريم إلا في بعض النصص قال لك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هناك اجتمع ولكن هل تفضوا على العلماء؟ قال لك نعلم الناس الاجتمع على كتاب الله هي بدعة حسنة وسبنا عمر بن الخطاب هو أول من دار أعمل بالبدعة الحسنة من لدى الترويح دي الرمضان وجمع الناس عليها ونظمها قالوا لي يا عمر هذه بدعة سيبنا النبي لم يكن ينظمها على هذا المنوال قال لهم نعم البدعة هي نعم البدعة هي وسبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهددين من بعدي عضوا عليها بالنواجد هذه سيبنا عمر من الخلفاء الراشدين فكذلك كالقوى للفاطمة السؤال اطرحتي دي الميت ملكة وفا الميت يجتمع الناس على تلاوة القرآن وعلى الاطعام وعلى الدعاء هل هذا بدعاء ام سنة اي نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كي يقول عبد الله بن عمر كنا نعد نعد الاجتماع وعلى الطعام بدعاء لكن في عصرنا هذا اصبحت طريقة لاقامة روح تدين في القلوب ملكة موت وحد الفقيد يجتمع الناس لتلاوة القرآن لان الناس في عهد الصحابة كان عندهم القرآن الكريم جميع الناس بدون استثناء يقرؤون صباح مساء اليوم الناس مشغولين الناس ملهيين الناس مفتونين قليل كي قال القرآن كان قلوا لدي مناسبة احنا الناس قد يجمعوا وغنحصروهم وغنقروا القرآن الكريم وكنجبوا واحد الواعد او واحد الفقه فيذكرهم بالله ويتحدثوا لنا عن الموت وعن البعث والنشور تذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ثم تكون مناسبة للتجمع للدعاء للمرحوم فكل هذا اذا كانت هناك بدعة نقول نعم هي بدعة حسنة لأن من مقاصدها هو احياء الدين في القلوب وتجمع الناس على طاعة الرحمن وهكذا في الذكرى للمولد النبوي الشريف نفس الكلام للا فاطمة قتلك كتعقل ويبقى صغيرة العائلات كي يجتمعوا في المولد النبوي الشريف باللباس الجديد كي تكون سلطة الرحيم كي تكون طعام كي تكون الإحسان الفقراء كي يجتمعوا عند الأغنياء الأغنياء كيدروا السخاء كيعطيوا رزم دير الملابس ودير الأطعيم ودير الأشريبة كي يكون واحد تراحم بالناس اليوم كي يلقوا كثيرت كلمة بدعة 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 للأسف هذا القضية دي البدعة هذا اكتيار من تيارات الفقهية لأن الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي عنده مدارس وعنده تيارات واحد التيار اللي هو كي يعتمد ويتوسع في قضية البدعة ويتشدد كان في البلاد العربية السعودية احنا كنسمعوا اليوم سياسيون كبار كي يقول لك هذا التيار هو صنيعة أمريكية وأن الأمريكيون إنما ألزموا المسؤولين في العربية السعودية لنشره ودعمه بالأموال وكل شيء وفلخل قناة التيار أنشأ لنا داعش وأنشأ لنا تنظيم القاعدة وأنشأ لنا واحد المجموعة دي الاضطرابات كنا في غنى عنها العالم الإسلامي أصبح اليوم مستهدفا هناك بعض العلماء الناصحون يسعون لإقامة تجديد الدين في القلوب على قيم إنسانية على قيم المحبة والسلام والتعايش والتيسير وجمالية الدين هناك من يسعى إلى إقامة جمالية الدين في القلوب وهذا ليس بالأمر الهيين فكن قل العلماء الصالحون على الطريق أقول لهم سيروا بارك الله فيكم ولا تسمعوا لمثل هذه الصيحات ولا تردكم عن هذا الأمر لأن هذه الصيحات تخلينا الضرع أو تاني أترجعنا العداوة والبغضاء وسبك الدماء والتنفير ويكفينا دوزنا سنين طويلة في هذه المشاهد ما جنينا منها من صلاح باسم السنة ولكن كان هناك نفور وكان هناك تشدد وكان هناك إقصى نحن محتاجين إلى تشديد الدين في القلوب على مبدأ التعايش والتجمع والدين سهل سهل مهل نقول لكم أحبابي الكرام هالشي دي الدين وأنا طفل صغير كنت أتعلمه بالفترة ومن اللي كبرت وبعد البكادورية ذهبت إلى الجامعة وبقيت خمسة عشر سنة في الجامعة ما عندي لا شغل ولا خدمة ولا أي حاجة سوى كتب الشريعة ودرستها بعمق حتى ما تركت كتابا إلا ودرسته خمسة عشر سنة متصلة حتى نلت فيها الدكتوراء الدولة في العلوم الإسلامية وخصوصا في المقاصد والأصول ومناهج الاستنباط والفقه على المداهب الأربعة والخلاف العالي وفي الأخير أشكرا اكتشف كالقى بأن الفهم السليم ما هو هو دك اللي كان عندي ونصغير بقي الطفل عندي سبع سنوات بالفترة السليمة هو هدك هو دك بل أن أنا كنحاول نقوله من خلال الإدعاء كنقوله كرسالة كرسالة بأننا ممكن نفهم الدين بالفترة والدين رساله الهد وميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فيها معاني تخاطب النفس تخاطب العقل وتجمع الخلق على كلمة سواء للا فاطمة كنشكلك على التدخل ديالك وأسأل الله تعالى أن يحفظك ويبارك فيك وأن يسعلك بأولادك وبناتك ويديم عليك المسارات ويجعلك من الصالحات ومع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونتحول من الدار البيضاء إلى مكناس مع للا هبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا مصدر هيا سيد الله يحملك الوليدين نحفظكم للا أريدك دكتور الذتبعي لي مع الوليدة ومع أخوي يرحملك الوليدين يا رحمن يا رحيم الله يسهل لك الأمر افتحالك يارب يارب للاهي الله يرحملك الوليدين وخل الله نعم بغت بنت أختي بغت تعذر معك مرحمة عند 7 سنين الله أكبر الله أكبر بك دكتور السلام بنتي أهلو السلام عليكم وعليكم السلام دكتور كولايبار يا مرحبا يا مرحبا اسمتك بنتي هيبة لا لا هيبة تبارك الله أصلاع بك تقرأي اه سابي ممتاز ومالغة كبري يا بنتي هيبة أشكت مني تكوني تكوني أستادة طبيبة مهندسة برلمانية مهندسة وشكي عجبك في المواد وش العربية الفرنسية ولا الرياضية الحساب كل شيء كل شيء تبارك الله وصلاع بي وهيبة قولي يا بنتي البرح كان عدنا الموليد النبوي الشاريف وشتنتي عيدتي شرولك شي ملابس جديدة شرولك الحوية الجداد نعم البارح البستيح ويجد جدد وحتفلتي بالموليد النبوي الشاريف نعم حتفلتي بالعيد مزيان تبارك الله تبارك الله بنتي بالله يصلحك تفضلي بتقول ناشي كلام تفضلي بنتي عزك الدكتور بريتك دعيني مع ماما وحبيبي وابا ومي وزوجة كي يخلصوا لي في السهر ما شاء الله لا اله لا اله يا رب يا رب من الشكة بنتي ويحفظك لهم يا ربي كريم يا ربي بنتي هبة واخر بنتي على رسل العين شكرا لك بنتي هبة شكرا لك حافظك الله وراعك وهذه هم المغاربة ناس بوسطاء وعندهم فطرة سليمة وعندهم محبة عميقة وكي يربي ولدتهم على مثل هذا الخير لا الهبة كتقراء في التعليم الخصوصي احنا عارفين قضية التعليم الخصوصي صبحت شبه ضرورية عند بعض العائلات كي العائلة كتسكت بولدها ولا بنتها للتعليم الخصوصي علاش للأسف لان بعض الجهات بدأت تقوض التعليم العمومي حتى ولا فيه مشاكل داخلية والناس اللو كي هربوا للتعليم الخصوصي ولكن الفاتورة غالية الفاتورة غالية باش تقرروا ذلك قراءة خاصة كالضحي بحوالي ثلث تعالى الأجراء أو النصف أو الثلثين حسب المدخول ديالك فهذا البنية هيبة عندها حس وعندها الشعور بأن فعلا وليدها وحبيبها ركي تعاونوا باش يقررها وهذا استثمار استثمار دي الأباء في الأبناء باش يكونوا ناجحين الله تعالى الله يجزيكم بخير وحد دعوة دي الخير هذه العائلة من مكنس اللهم يا ربي تولها بالعناية والرعاية واحفظها في سمعها وبصرها وعقلها وفؤادها وأنبتها نباتا حسنة واجعلها مباركة واجعلها ناجحة فالحة يا ربي وأعين الوالدة والوالد وحبيبها وكل أفراد العائلة اللي كي تعاونوا باش يخلصوا عليها الشهر ديال التعليم الخصوصي اللهم يا ربي اغنيهم بفضلك اللهم افتح لهم باب الرزق وافتح لهم باب العطاء وافتح لهم باب الكرم اللهم يا ربي اجمع شملهم وحاقق رجاءهم وبلغ مقصودهم واحفظها واحفظ جميع أبناء المسلمين قلوا معنا أمين اللهم أمين يا ربي كريم وتحية كبيرة لكل التلاميذ والتلميذات ولأولياء الأمور اللي يضحيوا مع ولدتهم وفلدات كابدهم باش يتبعوا الدراسة وذي دعواء خاصنا التعليم ديالنا نصلحوه التعليم ديالنا وخصوصا المدرسة العمومية خاصة لابد أن تعود إلى سالف عزيها ومجدها هذه البيدعة البيدعة الهائقية لما نرى التعليم ديالنا عنده مشاكل قوية وكام قون تفرجوا فيه خاصنا لابد أن ندروا اليد في اليد واسحاب العقول واسحاب الآراء واسحاب الاقتراحات يوضعوا لنا واحد البلانينة واحد الخارطة الطريق من أجل الإقلاع من جديد بالمدرسة العمومية لأن جوجة القطاعات خاصة الدولة تكفر بهم القطاع دي للتعليم والقطاع دي للصحة باش نخرجوا واحد المواطن يعتزوا بوطنيته إلا شاف الرأي المغربية وإلا شاف النشيد الوطني قلبك يهتز وروحه ترفرف إلا إخصنا لابد على الأقل جوجة القطاعات تكون الدولة شدهم بقوة وما تخلي التوحد يلعب فيهم القطاع دي للتعليم والقطاع دي للصحة لكن الآن كالقوم جموعة دي الناس يضطروا أنه يمشوا ويخلصوا على براء ومن ثم يوقع هذا الوازع الوطني هذا خلل لابد أن ننتبه إليه وعلينا أن نناضل جميعا من أجل تقوية التوابط الوطنية في هذه القطاعات باش نخليوا الإحساس دي الأبنائنا ودي الذرية دينا كما خلوه لنا والدنا إحنا والدنا قبل ما يتوفوا خلوه لنا الإحساس الوطني والحب دي الوطن لقينا الخير لقينا التعليم العمومي لقينا الصحة العمومية لقينا در الشباب لقينا مجموعة دي المكتسبات هذه المكتسبات اللي يمكن ضعرنا من الدينة وريدتنا نخاف عن المستقبل دي لهم لولا أن الأمل في الله تعالى بغينا نخدمه جميع وبقوة وبصرامة وبشجاعة للحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية الله يحفظ جميع الأبناء والبنات وجميع التلاميذ والتلميذات وجميع الطلباء والطالبات ونتحول من مكناس إلى الضال البيضاء معالى الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أهلا للإيمان بخير الحمد لله لا لا بخير بسعليك الله يبث لك ابنتي احنا فرحان اللي شدينا الخط يا مرحبا بك ابنتي الله يفرحك بدخول الجنة إن شاء الله يرطي بغيت نعود لك قصتي نعم مهم أنا مهم عندي دباء بسعوشي نعم نعم مهم كنت يعني مين كنت صغيرة أنا كن حسب كنت تخنق في لي بزاف ايه والأحلام المزعيجة بزاف يعني كان حلم شي حاجة زوينة مرضى ليلى هي لله وهذا قلبي كي بقى يضرب بزاف في الليل ليلى وصفة مؤخرا وليس كان وليس في الليل يعني ما كان قدرش منعز مرة كنت تخنق كان حسن قلبك يضرب بزاف حلغة غيطاح من فلاس يعني بخلا ما كان بلت إيمان واش سبق لك؟ مشيتي عن شي طبيب وعرضت لي لحالة ديالك؟ مشيش عن طبقه لكن كي يقولي ما عندك لا قلب لا تشي حالة اه ما شاء الله كي يقولي ما عندك صحة سكينة انا مشي يدرت حالي لأكين كي يخرج يدم من فم يمشي يدرت حلي لا يكون عندي شي حالة ما بقيت عندي ويل يعني بك شي ليلى هي لله كنت صخفة ما بقىش قادر ندرت شي حاجة أعظم يتقال الله يشافك بنت إيمان يا ربي الله يشافك يا ربي لا يهم في الش مؤخرا سافجة نيدك منكو باحث خفش ايه داني خواس بيطار لديه أكسجين ولكن يدري الأكسجين محالة ويلو محالة حاجمة كيما بنت إيمان في المنام ديالك كتشوفي شي صور مخيفة مفزعة؟ اه وكنشوفي الناس لي ما كان عرفش كتشوفي حيوانات بعد مرات حيوانات لا؟ حيوانات أفاعي كلاب أكسرية الكلاب بزاف وكنشوف غادة في شي بلاسة ضيقة ولا شي شي طريق ضيقة بزاف لا إله إلا الله يعني ولا شي بلاسة عالية يعني كنقرب نطح دربني فيها لا إله إلا الله دوم الأحلام لي كينين أنا بعد مرامة كش كان بغنها كنكرها الله حفظك بنت إيمان وخا بنت إيمان عن جوبك بإذن الله الله يشافيك ويعافيك وداويك بنت إيمان باختصار كنقلك بأن إحنا كبشر عدنا أجسام ثلاثة عدنا الجسم الأول هو العضوي اللي كيف يفهم فيه طبيب ملك المرض كمشي عن طبيب كندل تحليل كندل سكاناغ كندل يغام والطبيب بكل بساطة غاد يعرف الأصل دي المرض إذا تعلق الأمر بالجسم العضوي وعندنا الجسم الثاني اللي هو جسم نفسي هذا كيف يفهم فيه الأطباء دي النفس إما البسيكولوج وإما البسيكيات كيعرف الأصل دي لهاد المرض كيقلس معاك في جلسة كليميكية سرير كليميكي سريري كتكلم معاك كتعود إلى لحق سطحياتك وكيقدر يوضع الأصبع على أصل الداء وكيعطيك الدواء المناسب إما عن طريق غير الكلام وإما عن طريق دواء معين وكيوقع الشفاء هذا كيتسمى الجسم النفسي الجسم العضوي خاص بالأطباء والجسم النفسي خاص بعلماء النفس وعندنا الجسم الثالث هو الجسم الروحي كيقدر يمرض وخات مشى عن الطبيب المختص وغادر الأشعة ما غيبانش له علش؟ حتى ديك الأمراض الروحية هي anti-scanner ما كتبانش في scanner يعني هائيا هي باش كنعرفوها كنعرفوها من خلال الرؤى المنامية هو scanner من لسولتك على الرؤى المنامية ولو باختصار شديد حت حان وقته مصابقة العمراء بعد اللحظات الرؤى المنامية إذا شفنا شو واحد بأنه هذي سقط من مكان عالي ما معنى؟ ناعس في الليل وكيحلم بأنه غادي يطاح من مكان عالي على وجهه هذي كعلم على أنه مسحور عنده سحر أو كيشعر بأنه غادي في طريق ضيقة يعني متاعب في الحياة راه محطوطة أمامه غادي غادي يخصي واجهها الحياة هي متسعة ولكن بالنسبة لي عنده ضيق الصدر هو اللي أدى لي إلى ضيق التنفس ثم هذو الرؤى المنامية المفزعة من حيوانات سوداء بحلاء عقارب وأفاعي وكلاب وقطط هذي كلها أرواح شريرة هناك نأخذ الخلاصة بأن المرض عندك غير مركز في الجسم العضوي وغير مركز في الجسم النفسي بل هو مركز في الجسم الروحي وبالتالي فعلاجك يكون عن طريق الأذكار والقرآن الكريم ويكون عن طريق الرقية الشرعية العلاج ديالك بنت إيمان إن شاء الله سيكون سهل الضيق التنفس سنحيده بوحد الصورة ستقريها كل ليلة ويسورة الشرحي لي قال فيها الله تعالى لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى نقروها وبإذن الاندراف في الماء ونشرب ذاك الماء وبالليل قبل ما تنعسي أبنتي إيمان أتقي صورة الليل صورة الليل قبل النوم ستحيد لك الفزع والليل إذا يغشى والنهاري دتجلى وما خلق الذكر والأمتع صورة الليل نقرها على إناء من ماء وطرياً نقرها مرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ستحيد لنا الفزع وقبل ما نأس نبقى نصلي على النبي نصلي على النبي ريحة طيبة مباركة تقول حولك إن شاء الله كل المرض سوف يتبخر ويصبح مجرد صراب الله شفيك ويعافيك ويدويك اللهم أمين يا ربي يا كريم وغنتقلوا إن شاء الله تعالى الآن ساعة العاشرة ودقيقتين غنمشوا إن شاء الله تعالى إلى المسابقة المعهودة وهي المسابقة ديل الفوز بعمرة المولد النبوي الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الأفاضل الرجع المسابقة ديل العمرة كما سبق الدكر عدنا عمرة ستهدى لأحد الفائزين أو الفائزات بمناسبة المولد النبوي الشريف لقضائها في البقاع المقدسة سبق لنا دلنا هدل المسابقة وكين ثلاث مرشحات هم نساء في وضعية صعبة كلهم ترشحوا للفوز اليوم والأخر ديل المشاركة ومن البعض مننا إن شاء الله تعالى غنديروا الفرز شكل اللي غادي يفوز بهذا العمرة السؤال اللي كانت ترحقه اليوم وهو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لالعج والتج قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن سأله قال لأي الحج أفضل أي الحج أفضل قال العج والتج قال العج والتج فما معنى العج وما معنى الثلج أول متصل غايت تصل بنا غادي يجاوبنا غادي يكون إن شاء الله تعالى مرشحا بالفوز بهذه ونعود أيها الأحبة الكرام ومعنى مكالمات كثيرة على الخط الآن ربما نطلب من أخينا استيسامي في الإخراج وتلقي المكالمات غادي يختار المكالمة اللي هي الأسبق ولو بأقل من ثانية أو جزء من ثانية الأسبق استيسامي المكالمة اللي هنختاروها اليوم معنا مجموعة مكالمات معنا مكالمة من ششاوة الأخت ليلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاكم السلام ورحمة الله أهلا ليلى شكرا الدكتور كده إلا بس إليك الحمد لله بنتي الله بك فيك أم كان استمع لكم ديمة عزالية بزاف أعزك الله بنتي أخبرك أجل عملك أجل دمكن عملها أجل أنا صداعي أجل عمرك مرحبا بنتي وان شاع الله تكون صديقة وفية للبرنامج وانتكن دائما سعادة بالحوار معك ليل رحمة الله بنتي أجل عمرك 36 36 صوتك طفولي صوتك يبين بأنك مازال بقى صبية شكرا هذا يعني بأن هتحدنا عمورين عدنا العمر الجسمي والعمر النفسي انت عمرك الجسمي عندك 36 سنة ولكن يبدو أن عمرك النفسي يلا عندك شي 13-14 سنة بقى صبية شكرا حافظك الله وراك بنتي قل لي ليلى كتتقرأي أشكديري في الحياة ليلى كتتقرأي ليلى كتتقرأي خدامة لما كان دروان ونمج وجود أدرب اسمينه وأدار ما أشغلت على الدار بنتي ليلى لكنت الآن مرشحة للمشاركة في هذا العمر كتعرفي بعض الأحكام الخاصة بأداء العمر لا ما كنعرف واندي وانا هي أم لي ما كنعرف واندي اسبق لي قرأتي في المدرسة لا ما عمرني قرأت عمرك قرأت في المدرسة لا ما عمرني تخط في المدرسة ودبك تعرفت الكتابة والكرا أو الحساب لا ما كنعرف واندي لا إله إلا الله لا ما عمرني وانا كانت مريبة وانا كنت مريبة وانا كنت تتشاركي معنا في هذا العمر السؤال اللي طرحناه هو سؤال مفقهي ما معنى العج والثج الذي ذكره النبي الكريم أكيد سيكون صعيبة تجواب على السؤال أكيد سيكون هو عنده معاني ان شاء الله سأذكره فيما بعد لكن باعتبار الوضع يدي لك وانك ضرر انك عوينتك ليلا كنت مريبة وانا كنت مريبة وانا كنت سعمقك يرشوف بزف ليلا هيل الله لك شعب شي عام دروك انا مريدة الله يشافك بنتي ليلا وباعتبار انك عمرك مقاتية في المدرسة وانا وضعتك سؤال يكون بصيد جدا بنتي ليلا شوحد يلا بغى يمشي للعمرة يقول يخصك في الولد ترفع صوتك بالتلبية شنية التلبية بنتي لبيك اللهم لبيك نعم لبيك لا شريك لك لبيك نعم ان الحمد والنعمدة لك والملك لا شريك لك حسن جدا حسن جدا نعتبر ان هذا جواب صحيح وانتي سبحت الان لليلة مرشحة ايضا نعم ان شاء الله نعم 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 كنت يا شي .. نعم .. قال لي معنك اشي مشكلة و انا كان مجبا اكثر ثبت رات ميت و انا المرض كيقول لي لا تسوفي حلقة شي و امتالي لو انت عندك العصاب عندك القلق لا معندي و اين اول فرحان انا معنى ايضاك في مرات انا بالليل و ما رتصافي فهم دكت اعمر يدعى انا بيقرك اللي شافك بنتي اللي شافك والطبيب ما قجك عندك شي ضيق فالرحيم لا ما عندك مشكلة فلو كانت لولي ما عندك مشكلة المشكلة يقول لي ما عندك شو مشكلة وبنت ليلة في المنامات counter ا�سير الشروطة مخيفة مفزعة ااا انا نشوفهم الى الارضناعية شكرا لك شكراaman الله يكمل لك رجاء لعفو بنتي ليلة لعفو شكرا لك وتحية كبيرة لأهل الشيشاوة ونطلب الله سبحانه وتعالى يفرحك بدرية طيبة الله يشافيك ويعافيك ويمتعك بالصحة والعافية ويبشرك الله تعالى بحمل قريب يا ربي كريم وإحنا ليلة بغيناك تشارك في المسابقة إحنا غاية أنه كما ذكرنا مرارا بغينا ليفوز بالمسابقة شو واحد ضعيف شو واحد من ال كن تبارك الله الناس اللي كيبغوا شاركو في وضعية اقتصادية واجتماعية وعلمية راقية هذا الله يكمل لهم ويزيدهم الله من فضله ويسهر لهم الدهب للبقاعة المقدسة لكن غراضنا الناس لهم عندهم أحلام يمشون للعمراء ولكن ما عندهمش لإمكانية والسؤال اللي طرحت لك للليلة التلبية هو المقصود بالعج العج سيدنا النبي لما سولوا واحد صحابي قال يا رسول الله أي الحج أفضل قال لي العج والثج ما معنى العج هو رفع الصوت بالتلبية هو يبقى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك رفع الصوت بالتلبية هذا خاص بالرجال النساء يسمعوا غير الأدان ديالهم هذا هو العج أما الثج وهو إسالة دماء الهدي أن الإنسان في ذلك المقام الشريف يشري دبيحة وينحاروها ويهدي طعامها للفقراء والمساكين هو إسالة الدماء كما يقول الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجة أي سيالة فكانوا الحجاج يدب حد بيحة ويهديوها للفقراء والمساكين ويطعمون المحتاجين والعابري السبيل هذا معنى العج والتج ليلا بنتي انت دب الآن ركي مرشحة لحد الساعة عدنا أربعا ديال المرشحات بالفوز ربما اليوم أخر المسابقة باش غدى بإذن الله غندروا مسابقة بين هؤلاء الأربعة هذ الأربعة دي الأخاوة الفاضلات تقريبا في نفسهم في نفسهم كلهم في التلاتينات من عمرهم وكلهم في وضعية صعبة ليلا في وضعية أحسن كونها متزوجة وكونها ترغب في الحمل أما الأخاوة الأخريات فوضعيتهن واحدة مطلقة الله يحفظ الجميع واجوج باقي بالزواج ولكن ظروفهم صعبة واحدة مسكينا هاجر من العائلاء واخدم في الغرباء وعند واحدة القدم هي رقيقة ولكن قدمها كبيرة جدا منتفخة حتى ملقاش الفلوس ديال الدواء باش تعاجل القدم ديالها جاعدنا الإيداع وشفنا متكلمنا معهم والرابعة هي المشاركة الأولى وحد سيدة فاضلة وداكرة ولكن مسكينا ما عندها ظهر وحياتها كلها عذاب هذه الأربعة ندروا إن شاء الله غدها بإذن الله لابقينا في الحياة ندروا منافسة بينهم الأربعة وقد تكون منافسة منافسة يا سيرة ندروا أسئلة في العمراء وأسئلة في السيرة واللي جاوبنا أخذ نقاط أعلى غادي يكون فائز بهذه العمراء الله يربحه ولكتب الله تعالى والقينا شيء عمراء أخرى نقدر نوسعه على أكثر من فائزة بإذن الله الواحد الأحد والله تعالى هو الرزاق دون قوة المتين ليلة يبدو بأن الحالة اللي قلتي والأعراض اللي قلتي راكين هناك المانع من الإنجاب كيتسمى السقط كيقدر يكون سبب طبي معروف لهوية كيكون الرحم ضيق والجنين كيضيق عليه الرحم ومالبات كيتخنق وكيتوفى ربما كيكون هناك مونك دوكسيجين واحد النقصان ديل الهواء عند المرأة في بطنها الراحم ديلها قتوفى هناك عوامل أخرى كيعرفوا الأطباء ولكن عندنا واحد العامل آخر لكي تسمى إنما هو ركدة من ركدة الشيطان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا بأن الأطفال اللي كيكونوا بقين في محة جنين كيكون عندهم واحد تأثيرات روحية مؤترة من بينها تكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أم الصبيان قال لك الرجل إذا أتى زوجته ووضع يده على جبهتها وقال الدعاء المأتور اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال لك إن كتب ورزق بينهما ولد لم تمسه أم الصبيان ما هي أم الصبيان؟ هي روح خبيتة خاصة بالأطفال الصغار يلا الله كيت ترد لوليد صغير وكتوخز أم الصبيان وكي ضل كيبكي وكي ضل كيسيح وكي دعن طبي مختص والو ما باش يسكت هو في الأصل خاصة قرآن عظيم اللي هو اللي غير ترد أم الصبيان وخجب لها الدواء كيماوي ما لن يؤذيها خاصة قرآن عظيم ولهذا في السنة النبوية نقرأ على الطفل الصغير صورة صورة الدخان لأطفال الصغار من اللي يكونوا كيبكيوا هم صغورين دي الساعة كنقول بأن المرض اللي عندهم مش عنده توتة أو لا عنده كده كتلقى عنده شحجة خفية كنقول لعل هذه أم الصبيان فنقرأ عليه صورة الدخان حاميم وربي عز وجل يجعل ذلك المرض يتبخر مثل الدخان وذلك الأم الصبيان تحترق وتصير رمضان رمادا ودخانا أما قبل أن يولد فهذا سمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ركدة من ركادات الشيطان كتكون كيكون الجانين في بطن أمه يلا كيبدي كبيرك أبو ويضا فكيجي إبليس ويركده يركده في بطن أمه ركدة من ركادات الشيطان فكيخسر ذلك بنادم أم البات كيوقع السقط أم البات كيتبقى ذلك الأم حيرة والشفاء ديالها بيد الله الواحد الأحد كيكون عن طريق الرقية كيف ذلك كنستعمل الماء وكنقرأ فيه ما تيسر من كلام الله وأشرب ذلك الماء أشرب 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 حتى أتى ضلع وذلك الماء يخرج عن طريق التبول يمر بالفرج ويخرج عن طريق التبول وكيخرج معها الروح الخبيثة حتى الروح الخبيثة هي كتكون روح بحلها وبحل بحل بحل بغن نفسروها بطريقة بسيطة أرى بحل الروح مليك جيك الزكام ومليك تعتص وحد أخر حدا كيوقع لي العدوى هي هكذا هي واحدة الروح بحل الزكام كتدخل في الجسم البشري في المنافذ المنافذ اللي عندنا هما العينين والأذنين والتقبتين للأنف والثم والقبل والدبر والبط والأدفار بين السبع والدفر هذك تسمى هما المداخل أخطرها ما دخل من الفم كيكون عنده قوة مذهلة ولدخل كيستقر في مكان معين إما في الصدر وإما في الرحم وإما في الركب وإما في الكتيف وإما لوصل الدماغ هذا كيكون مسون خطير يؤدي إلى التخبط والعياد بالله ففي هذه الحالة كيكون طريقة العلاج نخضع إناء ذي الماء ونقرأ فيه ما تيسر من كلام الله تعالى الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعودتين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرب ذلك الماء حتى نتضلع نبقى نشرب 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 حتى ندزو ونخلي ذلك الماء يضور في البطن ديالي وما الماء تشعر برغبا في التبول هذه الروح الخبيثة اللي هي عالقة في الرحم أراها بذلك المكي خرجها كيدفعها فيقع الطهر للرحم والبطن والجسم ككل جميل أنني أضيف بعض المواد لمعروفة في الطب النبوي بحل الحبة السوداء لقال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت الحبة السوداء كان ناخد منها سبعات الحبات ثم الزعفران الحر كان ناخد فيه سبعات الشعرات ثم كان ندير ورق السدر سبعات الورقات ثم واحد شوية دي المسك واحد شوية دي المورد هذه خمسات المواد التقيبة الخماسية المكونة من الحبة السوداء والزعفران الحر وورق السدر وشيء من المسك وشيء من ماء الورد ويخلط في الماء المقروف في القرآن العظيم هذاك يخنق الأروح الخبيثة ما تبقاش دور بك مهائيا ويفك السحر ويبطل العين وينقي من جميع الأذران فأسأل الله الواحد الأحد أن يشافيك يا بنتي ليلى أسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية وأطلب من أستاذ المستمعين الله يجزيكم بخير واحد دعوة دير الخير لهذه البنتي ليلى اللهم يا رحمن يا رحيم في هذه الليلة المباركة شافها وعافها وداوها اللهم بشرها بحمل قريب اللهم حصنه بكلمة لا إله إلا الله من فوقه وحصنه بكلمة لا إله إلا الله من أسفله وحصنه عن يمينه بلا إله إلا الله وعن شماله بلا إله إلا الله ومن أمامه بلا إله إلا الله وحصنه من خلفه بكلمة لا إله إلا الله واجعل كلمة لا إله إلا الله عليه حسن الحصينة اللهم بشر أختنا الليلة بولادة قريبة إنك على كل شيء قدير واحفظها اللهم من كل المؤثرة السلبية ومن الأرواح الخبيثة اللهم آمين قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونعود مستمعي الأفاضل لاستقبال المزيد من المكالمات اللحظة نتحول من ششاوة إلى الدار البيضاء مع أخينا سيمسطفا السلام عليكم مرحبا لا أحفظك عمي الحاج يا أهلا وسلم بك أخويا لا أحفظك السيدي وغير نعود لك لوحة سيدة قلت مجوش بها مدة عشر سنين عندي معنجوش بنية فأخويا غادرتني قلت كان بغير ومحويش ديالك قلت ساعة نملة 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 وماتها ليه وكان سيمسيانة خرجتها ليه وحتخدها خير رجال دارة لا حولة ولا قوة إلا بالله لا أباه عسكري خيب سكيري طب أنا كانت المقدر يشبت ناس ونخيان بتعامل بتعامل نهو لا حظك لا حولة ولا قوة إلا بالله أهلا قلت سيدة أشنا الخطأ اللي أوقعت في لحد الساعة قلت الخيانة وشها خدمت في القهوة ولا أنت بطاف شي حاجة لا يله إلا الله يا أخي مصطفى إن شاء الله بإبني لا وقل يا أخي مصطفى والمصير دي اللي بنيات بجوجهم أمشيت بغيت نشوفهم حرشتها لي أخوة دربني الوجه در تسكان يارب ضلمون لاي لها يلا الله ضلمون يا أخوة تدوعدية ودب البنية تعد معمهم معم أخوة موقعتش نقدر ندور بيا ما بزاف ليا المحكام ما هو نقرد شيء بزاف بزاف عيز ما دلش يا أخي مصطفى شيء قادي دير الإصلاح على قبل لك البنيات شيء إصلاح شيء صلح بنياتكم لا ما كينش الإصلاح لا مشاتلية لا أخي مصطفى نستفدو منك نستفدو منك دابها السيدة دو استمع عشر سنين أول مرة بني بني تخطبها كتيك تشوف فيها بأنها هي الأنسب إليك كانت مزيانة أخوة وكانت تتخدم العقاد كنت تتخدم العقاد وتوقيت على الله أي توكت على الله مزيانة نعم مزيانة لعم مرضها لأنها مقتش مزيانة مغلش أول معي عشر سنين عشر سنين لمساعدة أخوة هذه الزواج وشن أخوة تغير أخوة تخل هذه المرأة تخلص على الطوع تغير أو تكسر بفصناك وهذا يدوي معها هذا هي مجوجة أخوة مجوجة يخليك الراجل تخدمي هذه فهمت ليلى هيل الله يدخل شي دخل سكرام لا يستر الله يستر ناو يستر يا ربي كريم أخوة كاف وعر أخوة 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 وعر ولكن هي كانت مزيانة معي باع سكري سكيري واختها خير جل باع صاف يوم اللي خرجوا لي صاف لا حول ولا قوة إلا بله لا حول ولا قوة إلا بله ويتنقز ويتقول لي الحاجة تسير لي عنك لا حول ولا قوة إلا بله لا حول إلا بله وإحنا بغينا لكان شيء إصلاح نجمعه الشمل على قبل دوك البنيات وربي يبغي التوبة ويبغي المغفيرة ويبغي يبغي نبدو صفحة جديدة مع المولد النبوي الشريف أخي مصطفى ماتي هي ما ترجعش هي ما بقتش ترجع صافي طمعت آه صافي لا إله طمعت أخوة لا طمعت ودي ما سمصطفى كتقلب لاشي بنت الناس تانية آه يا أخوة آه يا الله الحمد للوالدين أنا نزوج ونبقى نها أديمة إن شاء الله يتقدر لي مها أديمة بإذن الله ما يكونش إن شاء الله بحول الله أقول لنا فعمرك عزيزة لي ورا مدمون بي لا أزك إيه 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 إنت عندك الوليدات بغتي تولد معها ولا بغتي غر زواج نعم مستقبل نضمنون نستقبل نديروا حوين إدي الخياطة ونقاوشوا شوية شوية ومزل أن تكون خياطة نت إن شاء الله إيه يا ربي بإذن الله يا ربي وخاص مصطفى أنا نأخذ الرقم ديالك نحتفظ به إن شاء الله كنية من التالي اللي يقبل أودي الناس وربي صبحانه وتعالى إلى تحرمات القسمية بين الزوج والزوجة لن نقول النهاية العالم إحنا ما نبغوا طلاق نبغوا دايما يبقوا الناس بعضيتهم يصبروا ويدفعوا الغضاب ولو قع شي خطأ ربي صبحانه وتعالى طالب منا نستغفر ونتوب ونرجع لكن بعد المرات يصبح هذا الطلاق إجباري لأنه صعيب العشرة ترجع من جديد من الرجل ومراته وإلا غتعود شي جريمة خطيرة هناك يكون لك ساعة طلاق رحمة هنا إن يتفرقها يغني الله كل من ساعته خيال مصطفى نطلب الله تعالى يكتب لك مكاتب الخير نطلب الله سبحانه وتعالى يهيئ لك سي زوجة أخرى تكون صالحة وتكون مباركة وتكمل معها بشوار دي الحياة لأن خلق الله الوجود من ذكرين وأنت ربما يمكنش واحد يبقى بحده عازب ولا مرأة عازبة خصوصا الرجل ما زال مرأة بقت عازبة وعاش في ظل والدية واخوتها يبقى كتبقى على الأقل معززة مكرمة لكن الرجل يلا بقى عازب بحده أو بقى بدون بدون زوجة أرمال ولا مطلق راحيتك تصبح عذاب ربي عز وجل خلق الوجود بشيكون دائما مبني من ذكرين وأنت ملكة في واحد المشروع ما نقولش غنبقى هكذا خاصت غير دوز واحد فترة زمانية قليلة فترة نقاها ثم نبحث عن نصف الآخر لأن الحياة هكذا خلقها الله هذا هو الاستقرار واللي بقى بحده غادي بقى معدب سوى بعض الاستثناءات بحال دوك أولياء الله الصالحين ملكين قروسيرا ديالهم قد لقى واحد مجموعة منهم تعرضوا للأذى وتعرضوا للأضرار وفي الأخير قال ففروا إلى الله مشالشي جبل وصد عليه الباب وبقى كيتعبد الحق سبحانه وتعالى ما بقى من الدنيا والو زهد فيها تكوى تكوى بالنهر وما بقى بغى تحاجع كيطلع لشي جبل وتمك يبقى يذكر الله تعالى ويشعر بالأمس مع الله واحد المدة تكوقع عليه فتوحات وكتوقع عليه كارمات وما تمك يصير هكذا كيحكيوا مثلا في الضلبدة يقولوا كين واحد ولي صالح اسميته سيدي بليوت يحكيوا في التاريخ دي الضلبدة يقولوا بأن هذا الرجل كان من الصالحين وكان توقع عليه وقع عليه شي مشاكل هكذا يوقع شي مصطفى من بعد ويهرب بعد من النساء كبه النساء بعد منهم ومشى الواحد الغابة هاد الغابة في مشى لها هي عين سبع عين سبع كانت عبارة عن منطقة كانت ضلبة سميتها أنفا وعين سبع كانت غابة في هالأسود هو مشى لذيك بعد من الناس كانت وحن يقدير قرب تم هو بغي يهرب من المجتمع بغي يعتزل المجتمع مشى لذيك المنطقة بقى كيدكر الله كيدكر الله تعالى والأنس بالله أعطى الله واحد الكرمة وهو أن الأسود كتشوفو كتجمد الأسد كيكون عندو زئير وكيكون جي هاجم غير كيشوفو كيجمد وما يسموه أبو اللويوت أبو اللويوت ما كيسموه سيدي بليوت ولكن كيسموه تسمية صحيحة كيقولو في الوتائخ المعهودة التاريخية كيقولو اسمته أبو اللويوت يعني الليت هو الأسد الليت هو الغضنفر الأسد عندو تسميات كين أسد وغضنفر وليتون حسب الخطورة دياله هو كان اللويوت يعني صحاح كيسموه أبو اللويوت كيشوفوه وكيخضعو وبكاعيش بوحده بعيد عن النساء هذه الصدمة العاطفية اللي وقعت له خلته أنه يبعد ويبقى منعزل فإذا به يكتشف الأنس مع الله سبحانه وتعالى وغضي يصير ولي من أولياء الله الصالحين يحكى كانت كتدوز القوافل من المناطق ديال عين سبع وعين حرودة وعين دياب هدو كلهم كان فيهم مجموعة عيون فيهم حيوانات مفتريسة كانت ضلبيضة عبارة عن غابات محيطة بيها وأنفا هي اللي كانت سمت ضلبيضة العمق ديال المدينة اللي كانت فعل حاضرة وكان فيها الأحياء السكنية ديزا واحد القافلة أو غادية فيها شيخات غادين يحييوا واحد الحفل عند شيء واحد من الكبار الأثرية وملي بيختصروا الطريق لأننا نضاق عليهم الوقت ديزوا من الغابة الغابة دي العين سبع هما غادين في الطريق تعرضوا ليهم الليوت قالوا ليهم شوفوا طريقة سهلة سيروا عند وحد الرجل الصالح سميته أبو الليوت سيروا تماما عنده ورا هو را غادي إشفع لكم هكا كتقول رواية غاي إشفع لكم في هاد الليوت دازوا الناس وجابوا لي واحد الهدية وطلبوا منه أنه يخلي الليوت ما يقربوا لهم ملي دازوا هكذا ديك شيخة اللي كتغني وكانت مرأة جميلة جدا كانوا كيسموه الشيخة البيضاء كانت مرأة طويلة تلقى ما وكان وجهها صبوح وكانت تسمى البيضاء الشيخة البيضاء هي مليشة في داك الرجل جالس مع الوضوء وعنده شسجادة هيدو وراكسوا عليها وكيدكر الله وما كيهش عيني في العيالات ما داك شيخة البيضاء في ممشات الرجال يكادون يقتتلون حولها وقالتها درجة ما شاف فيها ما طلع ما هبط عيني في الأرض فأعجبت بصلاحه هاد شيخة البيضاء قتله تبتو على يديك الليالي وندير الصهار والغيناء والطرب ملشت هذا المشهد الرباني تبتو على يديك ويتقل لي سيدي بليوت قلت لي نبقى معك هنا قال لنا لا حاجة في النساء قلت لي تزوجني نعود لك أما قال لها قلت لك لا حاجة لي في النساء قلت لي على الأقل خلينا عندك خادمة خلينا عندك نسخلك المأدير الوضوء نسخر عليك فمليشفها مسرّة مسرّة قال لها وخا أنا عندي هنا الخلوة ديلي وانت لهي غني لك واحد الخيمة وانت لهي غني لك واحد دويرة صغيرة وغتبقى فيها مليك يبقى يجوا عنده الناس دكور ونساء الرجال غيجيو والنساء يبقوا عندك تماما شوفي الحاجة ديالهم وباش يبلغوني باش يباع عندك الاختلاط فهذه المرأة دال لها هو واحد دار والتي تسميها هي المعلامة دار البيضاء دار البيضاء هي الشيخة البيضاء ومن ثم بقاتت الكلمة متداولة حتى صارت مدينة الدار البيضاء يقال سميت بأصل التسمية الدار البيضاء دار ديال المرأة اللي خادة سيدي بليوت سيدي أبو الليوت اللي وكتسمة سيدي بليوت الآن هذا كلام جاء في روايات ديال التاريخ لرجالات المعرفة في المغرب إن شاء الله في حيث مقبلا تكلموا على بعض هذه الترات وما فيه من أسرار ومن خفايا المهم خيام مصطفى من دار البيضاء غنقول لك مش انت اللول ولن تلخر ليقع لك موقع ياما هناك أناس صالحون وأناس فضلاء وقع لهم موقع مع الزوجة ديالهم غنقولوا بأن القسمة بينك وبينها توقفت هذه الساعة وتبغت بالدل إن شاء الله تعالى تبدي للأعتباء وربي سبحانه وتعالى انطلبوه جل جلاله يختار لك زوجة تكون صالحة مصلحة مباركة وتبدأ صفحة جديدة وهي الله يغفر لنا ولها والله يوجدها يوجد الناس حتى هي ما يمكنش تبقى بلاش إلا بعض الصالحات يكونوا عندهم ولدات يقول لك لأن مصافي ندرت نفسي لأطفال الصغار الله يعفو علينا جميعا ويتوب علينا جميعا ويهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا ونتحول من طال بيضاء إلى فاس مع أم أمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم أهلا وسهلا آآ دكتور كريبا كده يلبس عليك الله حفظك لأم أمين كده يلبس عليك كل شي بخي لأ كدهي الأحوال لبس عليكم حي خدرت معك اليوم وعطي كنت نتبع جيالك من لي كنت نتبع بنت مالك الله وفحل نتبع زيالك مني حدرت معك طاب الله حفظك سيدي أمين يا ربي ويخاوي الله يخاوي بشي بنية صغيرة طيبة الله يبيلي معه شافي لي الله بعضا أشترك لأم أمين أه نقب خسر ربي ونظر لي صراحة أغي ودي أمين أقول لي أمر في نيزة حي ما يسمع ليش وعندي لي وحد عمليات لا إله إلا الله وما عندي اسم لأم دلو العمليات حي ما يسمع ليش حي سرق القاعة أهل قاعة ما كيسمعش لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما يسمع وما أصراحة عييت ندق في البيضان ما لقدشتها شيباب وقففتك أنت هو مقصود هو الله يا ربي يا ربي بإذن الله لا أم أمين بإذن الله يا ربي يا كريم لا إله إلا الله عارفك أدار أدار الخير بزاف وعارفك كنت نتبعك من لي كنت أدارتك الجمعية دي القلوب رحيمة يا قلوب رحيمة قبل قبل كنت نتبعها وقال لي شحال تمانديا تقريبا ربما يقدشي 3 مليون تقريبا حسب النوعية القوقعة هذه تمانية المليون تظهرون وكين اللي كتوصل حتى الـ 20 مليون لا هذه دياله 30 مليون لكن دخلت النوحة الجمعية قاتل من ديالة لكم بـ 8 مليون هنا في فرس وصراحة ببا غيصنا يعي غيز لي جي ما وسكني غي مع خالتي غي مع حماتي وباها مطلق يعني رجلي مربي غي مع أمه وهي غي يعني رك عارف غي مره جالة وقالتي غي معه في صدارة وغيصنا يعني غيز لي جي وأنا مقارية ما عارفتي في حاجة ما عمني دبا اللي كتو هدر مع قاتلك مقارياش عارفتي تذكرته ووجعني قلبي قلت شوف مقارياش وقصني يزري عليه ولدي وما نعرفش ان غي خالتي اللي يزري عليه حالتي اللي يدير أي حاجة وما بغيت شو لدي كدر بحالكة يعني نجوفه قلبي وجعني ليلا هي بالله وما نعرفش ان ما نعرفش وما نعرفش يقول وشنو بغيصة 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 فهي الله حسن عوانك بنتي الله حسن عوانك يا ربي كريم لا إله إلا الله إن شاء الله أم أمين شعالة بالعمر دي الأمين عندي ثلث سنين ووط بشهور الله الله اللهم زكين لا إله إلا الله ضغيشة في ويعافي كان عندي الأمال دي لي إنني نقرر أم أنا ما قريت بغي نقرر بغي لا يقرأ ان شاء الله لا تخافش ابنتي بقى صغير ثلاث سنين ان شاء الله تعالى سيستعمل القوقها رأى في مدة وجيزة سيتمكن من السمع سيتعلم النطق ورأى ان شاء الله تعالى سيسترجع جميع الطاقة بإذن الله مكلفة ابنتي غالية وغالية بزاف ايها بنتي ايها بنتي ايها الدور في جمعية ايها مهزاته يلا هات سيمانة دارك كل ما هو مهزاته ايها بنتي ان شوفه بحلقة اكثر وخابنتي ان شاء الله غاليكون كل اخير بإذن الله هتخلي الرقم لي ليك ام امين ان شاء الله غالتوصل معك بإذن الله وغاليكون الحال بإذن الله ربي عز وجل اعرفك انا 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 قلبي اعرفك قسما بالليلة عندي اعرفك بحلك تحلوة للجالة اعرفك بإذن الله بنتي انا الامنية ديري في الدنيا اعرفك اخوضوا عمري كله غنف مع امين قلي ما ما الله كبير الله كبير لا اله الا الله الله يفرج عليك على جميع المسلمين لا حول ولا قوة شوف النعمة دي السمع والنعمة دي النطق الى ربي سبحانه وتعالى اقرب بها عباده المؤمنين لا اله الا الله هذه فرصة كل واحد منا يتأمل في وريداته ويشوفوا بأنه عندهم نعمة السمع ونعمة البصار ونعمة النطق ونعمة الحركة يقول احمدناك يا ربي وشكرناك على هذا النعيم اللي اعطيتنا اللي اعطاه الله الصحة والعافية اعطاه الله كل خير شوف ده بها السيدة بقى الشابة صغيرة وتهزت واحد الحمل تقييل عليها باش تقدر تشري القوقها القوقها غالية وبهذا التمن تمن ديالها كيبدا من 3 مليون وكيبشي 23-24 مليون ربما اكتر من ذلك حسب الحالة ولكن ربي عز وجل هو الشافي والعافي وان شاء الله بنتي ام امين غنط وصلوا وغنضقوا الابواب واربي افتحها اسمه الفتح ملكة كل الابواب مغلوقة كان قلوا يا فتح يا فتح وانقروا صوت الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينة واربي عز وجل يفتح الابواب المغلقة واربي عز وجل يحنن القلوب واربي كهي اهل الخير واهل الفضل باش يكونوا دائما فيما بينهم متعاونين بنتي ام امين واحد طريقة اسلامية ربانية في العلاج دي الناس اللي عندهم الصمم وعدم القدر على النطق كان ناخدو ذاك الوليد او ذاك البنية اللي مريضة وكان نمشولي الاذن الاذن اليمنى دياله وكان نرفع فيها الاذان الاذن الصمم نرفع فيها الاذان الله اكبر الله اكبر الله وكان قلوا ادنه بصوت عالي راه الطبلة دي الاذن حينما تسمع الاذان دي الله تعالى راه المسام ديالها والعروق دياله الاعصاب ديالها راك تأتر وتنفتح دائما بنتي ام امين شدي وليدك صغير وادني له في الاذن اليمنى بصوت مرتفع ثم في الاذن اليسرى اقيمي له الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله دي ما اندلي الاذان في الاذن اليمنى واقامة الصلاة في الاذن اليسرى ولا قدرنا انقروا بعض الايات القرآن يا بحل خواتم سوات الحشرة ملكي قل الله عز وجل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ لَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ خواتم سوات الحشرة التصدع الاذن الذي تسمع كلام الله تعالى تتأثر وهذا في علاج ويا ما رأينا الناس عندهم صمم وبأمر الله تعالى استطاعوا انهم يسترجعوا السمع بقوة هذه الاية لو انزلنا هذا القرآن على الجبل جبل لهو صخر صلض وكل جبل وجعلنا الجبال اوتادة انتمين بكم كل جبل العلو دياله اراه الساسع مرتين مش يبقى تابت جعلنا الجبال اوتادة هاتك الجبل الصلض القوي الى اسمع القرآن العظيم لرأيته خاشعا متصدعا من خشيتك زعزع فما ظنك بالبشر لهو عبار عن لحم وشحم ودم وأعصاب انقروا هذه الاية لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لم تانوا نضربها للناس لعلهم يتفكرون نقرأها ونعودها سبحان الله العظيم تقوي القدر على السمع بامر الله تعالى اما النطق فكان نوضع الاصبوع اللي كان نضربه التحية الله الزكية الله ذلك الابهام اللي كان نشير به كان نوضعه على الفم دي المريض وكان قرأ قول الله تعالى قل وانتقن الله الذي انتق كل شيء وكيعد اللسان والجهاز صوتي يتأثر ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم قل لوليد نقول لكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن شاء الله تعالى بهذه الكلمة ديال لا إله إلا الله لأنها تسمى الحروف الحلقية ما فيهاش الحروف الصعبة النون والقاف والراء وغيرها لا إله إلا الله أسهل الحروف على الإطلاق من اللي غد يقره لوليد وغد يعودها بإذن الله الواحد الأحد ربنا عز وجل لغدية القدرة على الكلام وأول ما انتق بها هي كلمة لا إله إلا الله فأسأل الله الواحد الأحد الفرض الصمد أن يشافي هذا الولد بقوة لا إله إلا الله وأسأل الله تعالى أن يرزقه القدر على النطق والقدر على الكلام ببركة لا إله إلا الله وأسأل الله الواحد الأحد أن يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين إن شاء الله لنا لقاء مع أم أمين واربغني افتح الأبواب المغلقة بجلالة وقوة وبركة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله تلطفا ورفقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين شهد الله أنه لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله غيرك تنزيها لوجهك وتعظيما لسبحات قدسك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله التناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا لا إله إلا الله ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ونحن له عابدون لا إله إلا الله ونحن له قانتون لا إله إلا الله ونحن له صابرون لا إله إلا الله الواحد الماجد لا إله إلا الله الفرض الصمض لا إله إلا الله لم يتخذ صاحبة ولا ولد لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفتيح الفرج اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا من لا تراه العيون ولا تاخده سنة ولا نوم يا من لا يصفه الوصفون نسألك اللهم يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تحققنا بحقيقة لا إله إلا الله اللهم قوي إيماننا وارزقنا حلاوة الإيمان في قلوبنا وارزقنا حقيقة التوحيد في صدورنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسن كلها ما علمنا منها وما لن نعلم نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة بباركة لا إله إلا الله أن تشافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل اللهم ببركة لا إله إلا الله ادفع عنا البلاء وادفع عنا العنت وادفع عنا الشدة وادفع عنا كل كرب يا رب احفظنا جميعا بنور لا إله إلا الله يا رب تولنا بعنايتك ورعايتك بجلال كلمة لا إله إلا الله اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ببركة لا إله إلا الله اللهم أصلح زوجاتنا واصلح أولادنا وبناتنا واصلح كل المسلمين والمسلمات بنور وعظمة لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن المستغيثين فاغتنا يا الله نحن المستجرين فأجرنا يا الله نحن الوجرين المشفقين فاشفق علينا يا الله نحن المعترفين بدنوبهم فاغفر لنا يا الله يا خير المسؤولين ويا خير المعطين نسألك الله مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء وندعوك دعاك من خضعت لك رقابهم وفاضت لك عبراتهم وذلت لك أجسامهم ورغمت لك أنفهم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم ارفع عنا كل شدة ارفع عنا كل بلاء ارفع عنا كل مرض وسقم اللهم افتح لنا باب التيسير افتح لنا باب الفرج افتح لنا باب الإيمان اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اجمع شملنا مع أحبابنا وأقاربنا ونقي قلوبنا بما فيها من حسد أو بغضاء أو كبرياء أو حقد أو حسد اللهم املأ قلوبنا محبة ونورا وبركة نسألك اللهم ببركة أم الكتاب ونسألك اللهم بفاتحة الكتاب ونسألك اللهم بخاتمة الكتاب ونسألك اللهم مبينهما من صورة شريفة أو آية محكمة نسألك اللهم بصحف إبراهيم وموسى ونسألك اللهم ببركة التوراة والإنجيل والزابور والقرآن العظيم نسألك اللهم أن تحقق رجاءنا وتبلغنا مقصودنا اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قولوا معنى آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين